مصر بين المماليك والعثمانيين ده موضوع درسنا اللي احنا هنقضو بالتفصيل النهاردة في البداية كان فيه صراع سيطرة على العالم الإسلامي ما بين تلت دول الدولة المملوكية الدولة الصفوية الدولة العثمانية فيه تلت دول بتتصارع على السيطرة على العالم الإسلامي ايه تلت دول دول؟ الدولة المملوكية دولة المماليك اللي هي معايا في عنوان الدرس مصر بين المماليك والعثمانيين دولة المماليك كانت بتسيطر على مصر الشام الحجاز وجزء من شرق إفريقيا مصر الشام الحجاز وجزء من شرق إفريقيا يبقى دولة المماليك دي أول دولة عرفناها النهاردة دولة المماليك دي كان مقرها فين؟ في مصر القاهرة العاصمة السلطان بتاعها كان موجود عندنا سلطان المماليك اللي هو قنصوة الغوري بتضم مع مصر بلاد الشام بلاد الحجاز وجزء من شرق إفريقيا تاني دولة كانت بتتصارع على الزعامة على العالم الإسلامي الدولة الصفوية اللي هي حالياً إيران بلاد فارس قديماً ودي كانت العاصمة بتاعتها تبريز تالي الدولة اللي هي الدولة العثمانية الدولة العثمانية كانت دولة كبيرة قوية تولى حكمها مع بداية القرن الستاشر السلطان سليم الأول سليم الأول هو اللي هيحسم الصراع ما بين الدول التلاتة يعني أنا عندي تلات دول بتتصارع مماليك صفويين عثمانيين لما يتولى سليم يحسم الصراع سليم قرر أنه ياخد قواته ويتجه إلى الشرق ويتجه إلى الشرق لو سألناه يا سليم لما تتجه شرقاً هتصطدم بمين هتحارب مين يقولي هحارب الدولتين اللي موجودين الصفوية والمملكية طيب لو سألناه يا سليم لما تتجهش غرباً لما تروحش لاتجاه الغرب يقولي لأن في الغرب في الدول الأوروبية وهي أقوى مني أنا أتجه شرقاً لأن في دولة صفوية ودولة مماليك ودولة المماليك دولة ضعيفة اللي هي بتسيطر على مصر والشام والحجاز وشرق إفريقيا دولة ضعيفة ضعيفة ليه؟ يقولي أسباب ضعف المماليك اقتصادياً لما الدولة تضعف اقتصادياً هتضعف سياسياً هتضعف عسكرياً دولة المماليك ضعفة اقتصادياً بسبب إيه؟ بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح